طيب يا جماعة يعني الأمور جدا سهلة بسيطة بسيطة جدا ناخد سؤال طبعا بناخد سؤال يال سالب ستة بالعشرة أجد النسبة المثلثية عندي نقطة اللي هي ستة بالعشرة وثمانية بالعشرة نقطة على دائرة الوحدة قال لي أوجد النسب المثلثية بقول له سهلة سهلة جدا ليش؟ هذا اللي هو اكس وهذا اللي هو واي واحنا اكس شو بيمثل؟ كوسين ثيتا واي شو بيمثل؟ صين الثيتا ست كيف عرفت؟ ما عرفتش أنا من راسي؟ لا هيها الاكس بيمثل الكوسين والواي بيمثل الصين باعرفته 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 إذا بدي النسبة المثلثية بقول له صين الثيتا قديش؟ ثمانية بالعشرة كوسين الثيتا قديش؟ ستة بالعشرة إحداثي اكس لهو الكوسين إحداثي واي لهو الصين طب التان ما قلت لكم يا جماعة التان هو قسمة الصين على الكوسين صح؟ قديش الصين؟ ثمانية بالعشرة قديش الكوسين؟ ستة بالعشرة سمون بالعشرة بالعشرة بتروح بصفي ثمانية على ستة ثمانية على ستين أربعة ثلاثة بيرفتو 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 ناخد كمان سؤال افرد يا صاحبي إجاك مثلث قائم الزاوية وعطاك هون زاوية وعطاك هاي ثلاثة وهاي أربعة وهاي خمسة حلو؟ وقال لك يمعلم أوجد النسب المثلثية أوجد النسب المثلثية تقول لي أستاذ سهلة النسب المثلثية عشان أوجدها نحن نعرف ساين الثيتا إذا معنى مثلث هو المقابل على الوتر صح؟ صح شو المقابل للزاوية؟ أربعة شو الوتر اللي هو أطول ضليع؟ حمسة بس طب أستاذ كوصاين بدنا النسب الكوصاين كوصاين يا أستاذ هو المجاور على الوتر هو المجاور على الوتر شو المجاور؟ ثلاث وشو الوتر؟ خمسة لو أطول ضليع طب أستاذ التاني يا زماعة المقابل على المجاور فأخذنا قانونه شو المقابل؟ أربعة شو المجاور؟ ثلاث أربعة ثلاث أو اقسم الصين على الكوصاين وأنت لما تقصبهم الخمسات بروهم مع بعض صفة أربعة ثلاث وصلت يا جماعة وصلت عدالة لها يا أستاذ ما فيها أي مشكلة النسب المثلثية كيف نجيبها؟ يعني إحلساتنا قاعدين منح به يعني مثلا مثلا لم يعطيك نقطة هاي الإحداثي إكس هو الكوصاين الأحداثي الوال هو الصين طب أستاذ طبعا هنا الصين لحظه سالب طب أستاذ بدي طبعا هنا الأحداثي وال بدي التاني قسمتهم يا جماعة بعض اللي هي الصين على الكوصاين الصين سالب 12 على 13 والكوصاين اللي هو خمسة على 13 صح؟ 13 مع 13 بتروح سالب 12 على 5 هاي التاني يعني مش هالإشي اللي إيش مش هالإشي الصار اشتركوا في القناة